الأسعادة يثير بخطة ثابتة جدا ووفقا لخطة متكاملة في كل مقرات النادي وأيضا في كل مجالاته معنا على الهاتف الدكتور سعد الشلب المدير التنفيذي للنادي مساء الخير يا دكتور تحياته وتحياته المهندس عدلي مساء الخير يا سبراهيم ومساء الخير كابتن عدلي أهلا بيك يا دكتور تفضل دكتور قرار مجلس الإدارة الأخير بإرجاء رفع رسوم العضوية الجديدة يريد نعرف بعض التفاصيل لأنه ناس كتيرة بتسأل إمتى ده هيستمر والأرقام إيه بالزبط يعني في الحقيقة زي ما حضرتك تفضل في أسبراهيم كان عندنا مجلس إدارة يوم الثلاث وكان مجلس يعني حافل طبعا كان في مجموعة من الموضوعات المهمة المجلس كان حريص أنه هو ينقاشه وتاخذ فيها بعض القرارات طبعا واحد من القرارات المهمة قبل ما نخش في موضوع الزياسة العضوية أيضا المجلس استعرض الثبط للتكريم لطليق باسم الأستاذ العملي فاروق نائب قئيس مجلس الإدارة رحمه الله وفي الحقيقة الثبط ديها طليق بي يعني تقضير وتكريم من مجلس إدارة النادي الأهلي ومن النادي الأهلي ومن عائلة النادي الأهلي باسم الراحل الأستاذ العملي إن شاء الله ده كان واحد من الموضوعات الرئيسية واللي نالت نقاط كبير داخل المجلس تقديرا لجهود المخلصة في خدمة النادي الأهلي لأخوض متصلة ده كان واحد من الموضوعات المهمة وذي إن شاء الله هيتم الإعلان عنها يوم التكريم إن شاء الله هل تحدد معادل التقبير يا دكتور؟ في الحقيقة زي ما حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي عندنا الفرقة في الجزائر إن شاء الله ربنا يوفقنا كده ومباراة مهمة عندنا أيضا مباراة يوم 23 وعشرين عندنا مباراة يوم واحد وعندنا سفر لكاس مصر فبنحشوف التوقفات المناسبة بحيث إن احنا حريصين على إن أو مجلس الإدارة كله كمان حريص على إنه نتواجد ما يبقاش حد المتواجد خارج مصر في هذا اليوم في الحقيقة مشاركة لتقدير الاسم العملي فروق إن شاء الله ده بنختار في التوقف اللي هيضاء المناسب ونعلن عنه إن شاء الله في القريب إن شاء الله الموضوع الثاني اللي في الحقيقة كان مجلس الإدارة حريص أيضا إنه هو يبتخذ لي قرار كان تأجيل زيادة رسوم العضوية للعضوية الرئيسية اللي هي تسمى كل الأفرع اللي هي مأجوية نادي الجزيرة مقر الأهل بالجزيرة في الحقيقة وده كان إحنا أخذنا قرار من الجمعية العمومية بالجهد السلسوم العضوية من 750 ألف جنيه لمليون جنيه كان المجلس كان عنده أكثر من دراسة متقدمة لتأجيل الزيادة حتى يسمح لعدد كبير من السادة الرغبين في الانضمام لعضوية الأهل إنهم يبقى عندهم الفرصة أيضا تزل تحديات الاقتصادية برضو بتواجه المجتمع بتاعنا كمان مش بس العضوية هي تتعلق صحيح بمقر الرئيسي والعضوية الشاملة لكل الفروع لكن دي كمان بتسمح لأعضاء الأفرع بالنهم يلحقوا يأخذوا قرار بالاشتراك فيه عضوية مقر القاهرة الجديدة أو مقر الشير زايد لأن بتبقى عندك فرصة كثيرة جدا أن تعمل استكمال فإنت لو دخلت النهاردة أو اشتركت على السعر الحالي بتعمل استكمال قدامك فرصة للإستكمال لأربع سنوات بنفس السعر اللي انت استركت فيه فكنا برضو ده من ضمن الحاجات اللي احنا ناعتناها في مجلل إدارةنا المواقر بأس الكثم محمود الخطير أن احنا عايزين كمان نسمح لأعضاء الأفرع أن نبقى عندهم الفرصة لإستكمال العضوية والاستمتاع بالخدمات اللي موجودة في كل الأفرع كمان كان فيه اللقاء في حوالين أن احنا طبعا في وسط الضخرة الكبيرة اللي بتسمى في البنية التحتية وخاصة فيه فرع السيخ زيدي أنت اللي عندنا في الفترة للشعرين الأخر كان فيه مجموعة من المسروعات اللي تم تسغيلها لخدمة الأعضاء دون مظاهر احتفالية تقديرا للأحداث اللي بتمر بيها الأثقاء في فلسطين وكان فيه قرار صادر عن المجلس بأن احنا هنقى بأي مظاهر احتفالية تضمنا مع الأخوة الأثقاء فيه في إستفاع غزة الحقيقة فكان فيه ملاعب ورد القدم تم استطاحها لسدمة الأعضاء فيه ملاعب البدل تم استطاحها لسدمة الأعضاء أيضا تطوير ملاعب الأعضاء الحالية كانت المتعددة للأراض أو الخماسي إن شاء الله شهر رمضان إن شاء الله كان فيه الشعائر شهر رمضان الكريم وبالمناسبة فيه نهني كل أعضاء الناجي الأهلي وأيضا كل أفراد المجتمع المصري في حلول شهر سعباج وإن شاء الله ربنا يتنقنا كده رمضان يتم استطاح المسجد المشمير إن شاء الله في السير زايد بشدمة الأعضاء وإقامة سعاء الرمضان إن شاء الله بسيط عندنا كمان خلاص تبدأنا عمليات الحفظ لحمام السباح اللي موجود في السير زايد وكان فيه دراسة متقدمة بيدرسها مجلس الإدارة هو إن احنا في الفترة اللي جاية فيه رؤية بيدرسها المجلس إن احنا نبقى في نصف العدد محدود منها الأعضاء وبعد قبول هذا العدد المحدد اللي هيتم الإعلان عنه وتحديده من قبل مجلس الإدارة سوف أتم إقاصل قبول الأعضاء لفترة حتى نستطيع إن احنا نستمتع بالبنية في حقيقة ضخمة اللي هيتم العمل فيها على قدم مصطل ده قرار يا دكتور سعد قرار خاص بشيخ زايد ولا هيبقى مبدأ يعني لا هنقفل العضوية بدا احنا بنشتغل على دراسة بيدرسها المجلس بشكل مفصل جدا لان زي ما بقول لحضرتك فيه مشروعات احنا شغالين فيها فيه مشروعات بيتم استتاحها في الفترة اللي جاية فاحنا بندرس ده فانا بدأه كمان اللي عندهم رغبة فيه الانضمام لعائلة الأهلي في كل فروقه سواء كان في الشيخ زايد أو في التجمع لان كمان احنا كمان يعني مجلس الإدارة ان شاء الله بيدرس البدء ايضا فيه فرق القاهرة الجديدة فيه انساء الحمام السباحة الجديد فيه فرق القاهرة الجديدة يعني احنا هنا عملين يشتغل فيه مفروعات في كل الأفرق وبالمناسبة يمكن كان واحد من القرارات المهمة ان تم اصدارها في مجلس الإدارة الماضي هو ايضا الفرق المقر الرئيسي في الجديدة على الرغم من الناس في السرق ان ده المقر الرئيسي والتاريخي لكن فيه قرارات استخدام يمكن كان مجمل القرارات الاستخدام الخاصة في فرق الجديدة تحديدا لتتجاوز 75 مليون جنيه وتمثلة في تغيير صالحة الأميرة عبدالله القيصة في الكامل لتجزم كل الفرق الرياضية المحترفة في السلة كان رجال او سيدات كرة الطائرة ايضا رجال وسيدات كرة اليد برجال وسيدات واعتقد ان ده يمعاكس على الانجازات الرياضية التي تحققت خلال الفقرة الماضية الحقيقة وخاصة في العاب الصلاة ويمكن كان عندنا احتفال في مصر السحناء والكل كان يتابع هذه الانجازات فكمان فيه تغيير محطة التكييف المركزية اللي موجودة في صالح الشهداء واللي اتخدم قطاعات الناشدين والفرق الجماعية ايضا ده قرار اخدناه فيه كمان قرار اخدوا مجلس الادارة فيما يتعلق بتغيير الاربع الثلاث ملاعب اللي همه متعدد الأغراض دولة يمكن من سنة 2006 لن يتم تغيير ارضياتهم ودي الارض كلها تم رصد المسانيات زي ما ذكرت كده بتتجاوز 75 مليون جنيه فيما يتعلق بمقر الجزير اعني احنا شغالين عليه يبقى كده عندنا الطاهرة الجديدة عندنا الشيخ الزائد عندنا جزيرة ايضا عندنا مشروع المدرج اللي موجود في مدينة نصر ايضا ده شغالين عليه عشان نقدر منذ الفترة اللي جاية وعملية التطوير تتم في كل الافرع بشكل متوازن وبشكل يقدر يخلي اعضاءنا يستمتعوا بالخدمات المقدمة فيهم طيب دكتور علشان المسألة تبقى واضحة لان في ناس كتيرة من رغيب العضوية بيسألوا على الارقام العضوية العاملة دلوقتي كام وعضوية فرع الشيخ زايد وفرع التجمع كام والغاية امتى ونظام التسهيلات ايه يعني احنا عندنا كمان يعني السؤال اعتقد واحد من الاسئلة المهمة العضوية الرئيسية بتاعت المادي الاقلي في كل الفروع هي 750 الف جنيه في شامل ضريبة القيمة المضافة احنا مدينا فيها العمل بيها لحد 36 ان شاء الله ودي فرصة مهمة جدا لكل الراغبين في الانتبان لهذه العضوية والاستمتاع وعضوية كل الفروع بهذا المبلغ وبهذا الرقم دي هتبقى فرصة قدامه ومعندنا اكثر من نظام للسادات احنا متطبقين وفي النادي الاهلي ممكن ان اعظيم السادات تصل الى 6 سنوات ده احنا برضو شغالين عليه اما بالنسبة للشيخ زايد وقهرة جديدة فقيمة العضوية 350 الف جنيه جيد شاملة ضريبة القيمة المضافة وبرضو فيها انظمة متعددة بالسادات ممكن تصل شاملة ولا زايد القيمة المضافة زايد القيمة المضافة 350 الف جنيه بيحط عليهم ضريبة القيمة المضافة 14% اعتقد بتوصل 369 الف جنيه يقدر يقصطها لست سنوات مباشرة مع النادي الاهلي او من خلال احد شركات التمويل اللي موجودة ايضا ولها عقود مع النادي الاهلي ممكن توصل فيها التقصيص لحد 10 سنين حسب رغبة العضو برضو اعتقد نظام احنا نقدمين والليل سادة الرغبين في الحصول على العضوية كمان يقدر يقدم لو هو مش موجود داخل مصر ممكن يقدم من خارج مصر من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للنادي الاهلي يقدر يقدم اه عايز اتوقف بس على خارج مصر شوية دكتور ساعد لان انا الفطرة اللي فاتت دي انا كنت في في زيارة خارج مصر بيني ناس عدد مش قليل كله كان بيس ليعمل عضوية ازاي دون ان يضطر ان ينزل مصر وزا ما كان وهو لازم يعمل توكيلات ما هي برضو في كل الاحوال برضو حيبقى في ناس ما عنداش حد تعمله توكيل لا احنا مش محتاجين توكيل لان احنا عندنا يعني انظمة اكتر يسرا واكتر سرورة من خلال تقديم الاوراق الالكتروني وتحويل المستحقات المالية سواء كانت نظام التحطيط او نظام الكاش ايضا ده نقدر نحول على الحساب البنكي للنادي الاهلي بدون انك تبقى موجود واذا كنت انت حضرتك هتقصف برضو ومحتاج تعمل شكات بنكية احنا عاملين فترة سماح لمدة سنة انك انت تقدر في اثناء خلال التواجد في مصر في خلال سنة تيجي تسلم النادي الشكات بتاعتك بعد ما تكون دفعة مقدمة وتحطفل دي الاصعار اللي انت الحالية ما تريدش عليك اي اصعار يعني انت ممكن يبعط لك مثلا بالايميل المستندات بس لازم يقدم الاصول خلال سنة مش بيقدم الاصول خلال سنة وبيعمل يرفع المستندات بقعته على الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي هو خاص باشتراكات العضوية او بالتالي كمان بيقول له انت حضرتك تم قبولك وحتى الانتربيو نعملها اونلاين ما بنحتاجش انه هو ينزل بنعملها من خلال زوم ميتنج مع العضو اللي راجب فيه الانضمام لعضوية النادي الاهلي ثم بعد كده قدامه سنة يقدر يسلم النادي الاهلي الشكات البنكية اللي هي بساعد التقصيد في حالة رغبة العضو انه هو حابب يقف فهنا عادش محتاج يعمل توكيل لحد ولا محتاج من ينزل محصوص عشان يضحب السمارة العضوية ولا هو من محتاج ينزل عشان يقدم اوراقه ويسلمها يعني يتواصل مع الادارة العامة طب هيعمل ليه في الانترفيو الحاجات دي يا دكتور سعد الانترفيو احنا بنعمل الانترفيو عشان نضمن ان احنا عندنا مجتمع متجانس بيستمتع بالخدمات المقدمة عندهم قدرة على التواصل مع بعض والاستمتع وقت فرغ ونداخ الجدران النادي الاهلي هو ده الهدف من الانترفيو اللي احنا بنعملها وبتبقى اونلاين ايضا ما بتبقاش فيها يعني نزول لمقر النادي في القاهرة الارقام ديتها يا دكتور اللي هي 750 قبل ما تتحول لمليون وال350 قبل ما تزيد لكام قبل 350 زي ما قلت لحضرتك دي احنا ان شاء الله في حدود في إطار المشروعات اللي احنا تكلمنا عليها في الشيخ زيد تحديدا او ان شاء الله حمام السباحة اللي هنشرع فيه في الفترة اللي جاية ان شاء الله في القاهرة الجديدة بندرس كما قلت بندرس حدين مطرحين قزام مجلس إدارة البواكر ان شاء الله الحاجة الاولانية ان احنا نقبل عدد محدود محدود من العضوية ثم نقلق باب العضوية للفترة او قبل زيادة افتراسة بزيادة الافعار الخاصة في اطار المفروعات الضخمة اللي بيتم تنفيذها يمكن احنا لو حضراتكم تتذكروا الكابت المحمود في بداية هذه الدارة الانتخابية قال دي دور الشيخ زياد دي دور الشيخ زياد بالفعل احنا النهاردة مش بتنقول وعود غير قابلة للتنفيذ الوعود اللي احنا قلناها نفذناها احنا استفتحنا بالفعل ملاعب اكاديمية كرة القدم استفتحنا الملاعب البدل سنت ودخلت الخدمة بالفعل حمام استباحة طلع امر الاسناد وبدأنا عمليات البحر في حمام استباحة ورسبناله ميزانية بتتجاوز 120 مليون جنيه غير إليفترو مكانك يعني ممكن نوصل 150 مليون جنيه في حمام استباحة بتاعت الشيخ زياد المسجد انا ذكرت من المسجد الجديد ان شاء الله شعائق شهر رمضان هتقض فيه كمان احنا نسيت اقول حاجة مهمة جدا 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 لان المشروعات لما تم السحة ومنطقة الانتظار بتاعت السيارات الجديدة والبوابة الجديدة في اطار ايضا تطوير اصوار الشيخ زياد لتكون هوية النادي الاهلي هوية واحدة عشان يبقى متوافف مع المقر الرئيس في الجزيرة متوافف مع مدينة مصر مضافف مع مقر القاهرة الجديدة توحيد الهوية تم السحة البوابة الجديدة بقى ماكن انتظار لعدد من السيارات تتجاوز 200 و20 سيارات فبقى مساحة النادي المهار ده كنا بنشتغل النادي ده لو حضرات تتذكروا ويمكن المهندس عدي عشان شف الاهلي لجورة القادم عندها اجتماعات نادي فقات المساحة شف احنا كنا بنشتغل على 29 فدال النهاردة رحنا لـ 48 فدال ففي الحقيقة مجلس الإدارة كان طلب من المستشار الهندس عملية ربط عشان سهولة وتيسير الحرفة باكل وحدات النادي المختلفة في عملية نظف بالتمن المنطقة الحالية اللي هي منطقة النادي الاجتماعي الحالي وايضا النادي الاجتماعي الجديد اللي هي سنة اللي انساء الله تمن الجسم الخرصاني كله بتاعه التهينة منه ومنطقة المسجد ومنطقة الصلاة الجديدة اللي كان اكتحها العام قبل الماضي وايضا الملاعب الجديدة لأن المساحة بقى صخمة جدا عشان نضمن تهول الحرجة لأستاذ الأعضاء الموجودين في الشيخ زايد فاحنا كل جاب نتحرك فيه وبندرس الموضوع دول عشان نتو هنقدر عدد محسوس من الأعضاء يستمتع تهاجد البنية التحدي الضخمة أو اللي ان شاء الله بنجرس فيها بيادة الأسعار الخاصة سواء كانت فيه عضوية الشيخ زايد أو عضوية القاهرة الجديدة إذن يا دكتور عشان تكون فرصة لكل الراغبين للانضمام لعائلة الأهلي لغاية تلاتين ستة ونظرا للظروف الاقتصادية النادي أرجى تنفيذ الأسعار الجديدة للعضوية ايضا وحجم الإقبال يعني احنا عندنا في جزيرة حاليا فيه إقبال على العضوية بتاعت الجزيرة لأن طبعا عفاق 750 ألف جنيه عشان تبقى عضو أربع أفرع موجودين في كل نطاقات الجمهورية أنت بتاخد عضوية مش ليك بس بتاخد عضوية ليك والجليد الثاني والجليد الثالث وبعدين بتطمن في ظن الابتساء الكبير للقاهرة الكبرى وأيضا فرص العمل المتنوعة ممكن لنهارض عندك سكن وإقامة الشيخ زيز ممكن بعد سنة ابنك عنده قامة القاهرة الجديدة يستمتع بفرق القاهرة الجديدة ده ممكن يطلع بر القاهرة كمان عنده فرصة أنه أي فرع بر القاهرة كمان أي فرع طبعا قصر بيتم افتتاحه وصل للنظام الأساس بتاع النادي الأهلي أنت حضرتك بتبقى عضو فيه فده أعتقد واحدة من المميزات الرئيسية اللي يتمتع بيها فقط النادي الأهلي في القاهرة الكبرى قد يصل إلى أربع سنين وممكن أكتر من كده حسب بالنادي ممكن أنظمة التعصيص مع النادي الأهلي مباشرة بتمضل لحد ست سنوات ممكن عندك أربع سنوات ممكن عندك خمس سنوات أنت تختار نظام التعصيص ممكن أيضا لمدة السنة كاملة بدون أي مصروفات إدارية فده بيبقى ميزة كبيرة جدا أن حضرتك تستطيع برضو ميزة كبيرة جدا نحن نقدمها عشان نقدر نيفتر على الأعضاء اللي عندهم رغبة يبقوا في صار العائلة الكبيرة بتاعت المال الأهلي طيب تيسيرا كمان في الإجراءات العضو ممكن يروح أو الرغب في العضوية يقدر يروح أي فرع يعمل أي عضوية يعني في الشيخ زايد أو في الجزيرة أو في التجمع ممكن تروح القاهرة الجديدة لو أنت عايز تشترك ممكن ما تروح الأربع عقر وتشترك أيضا أونلاين حتى لو أنت جوا مصر أو أنت خلق مصر دي إجراءات مهمة جدا دكتور طيب النادي الأهلي النهار أو الأسبوع ده كان قبلة لزيارات دبلوماسية شفنا السفير الأرجنتيني بيزور النادي وشفنا كمان يوم رياض للسفارة القطرية في النادي النشاط ده كان إيه يعني في الحقيقة دايما النادي الأهلي كأهد وهو بيت لكل الأشقاء العرب من كل الدول العربية ومن كل أنحاء القارة الأفريقية زي مع النادي دايما فالدولة القطر الشقيقة قد يعمل ها يوم وطني للرياضة والتتوقف في جميع المؤسسات القطرية لممارسة الرياضة فقط وبالتالي هي الهيئات الدبلوماسية الموجودة في كل دول العالم واللي منها بالطبع جمهورية مصر العربية وفي الحقيقة هم للعام الثاني على الثوالي يختاروا النادي الأهلي ليكون مقر هذا اليوم الوطني القطري لممارسة الأنشطة الرياضية وفي الحقيقة كان موجود معالي السفير القطري وأيضا كان فيه منه دعوة كريمة لمجموعة من السفراء في الثوال العربية وكان منهم أيضا سفير دولة الكويت الشفيقة وكان فيه منهم أيضا سفير دولة الأردن الشفيقة وفي الحقيقة ده بقده بيأكس الروح الجميلة لمدينة الأشقاء العرب وكان فيه يعني كلمة جميلة من سعادة سفير دولة قطر في الحقيقة تقديره لمؤسسة عريفة بحجم النادي الأهلي و قد يه الأهلي هو مصدر سعادة ليس فقط للمصريين ولكن للأشقاء العرب وأيضا مصدر فخر لهم في هذه المؤسسة الكبيرة العريقة وهم بيبقوا سعاداء داخل جدران النادي الأهلي وكان فيه تخزير كمان لأسورة النادي الأهلي الكابت المحمود الخفيف في الحقيقة وقدرته على إدارة مؤسسة عريقة مثل النادي الأهلي الناحية وهم كمان كنا عملي فيلم تسجيلي يعرض كل الأسور بتاعة النادي الأهلي فكان حالة إعجاب شديدة الإعجاب الشديدة بس لمش كان محل تقدير من مجموعة السفراء اللي كانوا موجودين في اليوم الرياض القطبي لأ في اليوم السالي مباشرة كان عندنا كثير دولة الأرزنطين وبالمناسبة هو لعب كرث القدم ومارس كرث القدم في أحد الأنبياء الأرزنطينية وكان يستخر بأنه أحد مشجيع النادي الأهلي لكنه فوجئ في النادي الأهلي وكان يعتقد أن النادي الأهلي هو فريق كرث قدم فريق له إنجازات قرية وأيضا إنجازات عالمية ومتاد أكيز لفريق كرث القدم ولكنه لما ظهر النادي الأهلي اتحقق مدرات عالمية وقرية ووطنية فكان في إعجاب شديد بقدرة هذه المؤسسة إنه في 19 لعبة لها هذه الإجازات وكان عنده يعني الحلم من الانظهار في نتائج كرة السلمة نتائج كرة اليد نتائج كرة الغيرة ليس فقط في رياضات الرجال ولكن أيضا رياضات السيدات فده كان بمثاله مفاجئة أبهرته الحاجة الثانية كان ونكس المحمود مشكورا استعرض معاه في الاجتماع في المتسجيل عن المقرات فكان يعني عنده حالة من الإعجاب الشديد بهذه المنسومة المتكاملة سواء كان على مستوى بنية تحقيقية للفرق الرجال المحترق أو أيضا المفاجئة الأكبر أنه هو أن لدى النادي الإنسانية للنادي الأهلي فقال طبعا إحنا كمال لازم نستفيد من هذه الاختبارات الاحترافية لأن النوع ده في الحقيقة إحنا موجود في الأرجانسين يعني فده كان في الحقيقة بيعكس حاجة مؤمة أن النادي الأهلي كما أرسل اقتصاد من سيد رئيس الاتحاد الدولي يؤكد على احترافية منظومة العمل في النادي الأهلي في القياد في الكافة المحمول القطيف ده بيأكد تفرد النادي الأهلي ومهنية النادي الأهلي في إطار صناعة الرياضة داخل الصارع الأفرسية وأيضا المجموعة السوء العربية الشقية دكتور سعد يعني إذا كان هناك المزيد من الكلام ممكن إضافته لأن الحقيقة إحنا محتاجين نوضح بعدما حضرتك نشكرك يعني ما توصلنا إليه من خلال هذه المداخلة القيمة ويعني كيف أن النادي الأهلي يبهر كل من يحتك به الحقيقة ما فيش زي النادي الأهلي يمكن على مستوى العالم عنده كل هذه الميزات والأفرع والحركة الانشئية والحركة الرياضية فمش عارفين نشكرك إزاي دائما تسرين ويعني تواصلك بيبقى معانا مهمة جدا شكرا شكرا جزيلا للدكتور سعد شل بالمدير التنفيذي للنادي وأعتقد جماعة فرصة مهمة جدا للرغبين في العضوية دي كسماته على التسهيلات اللي النادي أقرها واللي متاحة للانضمام لعائلة الأهلي في نقطة الدكتور سعد قالها